جلسة أولى كان ينتظرها الكاركوكيون برئاسة رئيس السن في مجلس كاركوك ركان الجبوري لكنه رفعها بعد 13 دقيقة فقط وجعلها مفتوحة لأن الدستور منح المجلس مدة شهر لحسم اختيار رئيس المجلس والمحافظ بعد انعقاده المكون العربي في مجلس كاركوك منفتح على جميع الأطراف ومدى يد المشاركة الحقيقية كما فتح باب الأخوة والتسامح لكل المكونات وبالتالي فإن إدارة كاركوك لابد أن تكون مشتركة من قبل جميع المكونات الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أنه في حال عدم توصل الأطراف المعنية في كاركوك إلى اتفاق بشأن انتخاب المحافظة فإن الحكومة الاتحادية ستقوم بتعيين شخص لن يحظى برضى القوى السياسية فيها ووفقا لنتائج الانتخابات يجب أن يكون منصب المحافظ من نصيب الكرد ولكن حتى الآن لم تعقد الأطراف الكردية اجتماعا للاتفاق على شخصية كردية تتمتع بالخبرة وقادرة على خدمة المحافظة دون تمييز وتحظى بموافقة جميع المكونات وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب محافظ كاركوك ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة خلال الفترة المحددة فإن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني سيتولى مهمة تعيين شخص لشغل منصب المحافظة القوى الفائزة في كاركوك مطالبة خلال هذه الفترة ببدل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة فحل الأزمة يتطلب توفر النوايا الحسنة من جميع الأطراف المعنية